ما هو الوعي؟ هل يمكن لآلة اصطناعية التفكير حقا؟ هل يتألف العقل من خلايا عصبية في الدماغ فقط؟ أم أن هناك شرارة غير ملموسة في جوهره؟ بالنسبة للكثيرين، كانت هذه اعتبارات أساسية من أجل مستقبل الذكاء الاصطناعي لكن عالم الحاسوب البريطاني آلان تورينغ قرر التغاضي عن هذه الأسئلة بسؤال أبسط من ذلك بكثير وهو هل يمكن للحاسوب التكلم مثل البشر؟ يقود هذا السؤال إلى مفهوم لقياس الذكاء الاصطناعي والذي سيعرف باسم اختبار تورينغ في بحث في عام 1950، الألات الحاسبة والذكاء طرح تورينغ اللعبة التالية يقوم الحكم البشري بمحادثة نصية مع مشاركين لا يراهم ثم يقوم بتقييم استجاباتهم يجب على الحاسوب أن يكون قادراً على استبدال أحد المشاركين لاجتياز الاختبار بدون تغيير النتائج فعلياً وبعبارة أخرى، سيتم اعتبار الحاسوب ذكياً إن كان يصعب تمييز محادثته عن محادثة الإنسان توقع تورينغ أنه بحلول عام 2000 ستستطيع الآلات بذاكرة 100 ميجابايت اجتياز اختباره بسهولة لكنه ربما استبقى الأحداث، فرغم أن حواسيب اليوم بها ذاكرة أكبر من ذلك بكثير، إلا أن قلة فقط اجتهزت الاختبار أما التي قدمت أداء جيداً، فقد ركزت على إيجاد طرق ذكية لخداع الحكم أكثر من اعتمادها على القدرة الحاسوبية الكبيرة رغم أنها لم تخضع أبداً لاختبار حقيقي، إلا أن سبب نجاح البرنامج الأول الذي كان يدعى إلايزا مستخدماً فقط نصاً بسيطاً وقصيراً، حيث تمكن من تضليل الكثير من الناس بتقليده لطبيب نفسي وتشجيعهم على التحدث أكثر والقيام بعكس أسئلتهم لطرحها عليهم نص آخر يسمى بيري اتخذ الطريقة المعاكسة بتقليده للمريض المصاب بانخصام الشخصية والجنون الذي عمل على توجيه المحادثة إلى فكره المبرمجي مسبقاً صلت ضوء نجاحهم في خداع الناس على أحد نقاط ضعف الاختبار وينسب الناس عادة الذكاء إلى مجموعة كاملة من الأشياء لا تتصف حقيقة بالذكاء مع ذلك، قامت المسابقات السنوية كجائزة لوبنر وبجعل الاختبار أكثر رسمية باستخدام حكام يعرفون مسبقاً أن بعض محدثيهم آلات لكن رغم أن الجودة تحسنت، إلا أن الكثير من مبرمجي المحادثة استخدموا استراتيجيات مشابهة بإيلايزا وباري بينما تمكنت كاثرين الفائزة عام 1997 من إتمام محادثة بارعة ومركزة بشكل مثير للدهشة ولكنها في الغالب إذا أراد الحكم التحدث عن بيل كلينتون فائز جديد آخر يدعى يوجين جوسمان تم إعطاؤه شخصية ولد أوكراني يبلغ 13 عاماً حيث فسر الحكام التناقضات وقواعد النحو الغريبة التي اتبعها على أنها حواجز لغوية وثقافية بينما اتبعت برامج أخرى مثل كليفربوت طريقاً مختلفاً بتحليل إحصائي لقواعد البيانات الضخمة من المحادثات الحقيقية بهدف تحديد أفضل الاستجابات بينما خزن بعضها أيضاً ذكريات لمحادثات سابقة من أجل تحسينها بمرور الوقت ولكن في حين أن استجابات كليفربوت كل على حدة تبدو كأنها استجابات بشرية بشكل كبير إلا أن افتقارها لثبات الشخصية وعدم قدرتها على التعامل مع مواضيع جديدة كانت مساوئة واضحة من كان يتوقع في أيام تورينغ أن حواسيب اليوم ستكون قادرة على قيادة المركبات الفضائية والقيام بالعمليات الجراحية الدقيقة وحل المعادلات الهائلة لكنها ما زالت تواجه صعوبة في أكثر الأحاديث الأساسية وأبسطها ولهذا يتضح أن اللغة البشرية هي ظاهرة معقدة بشكل مثير للدهشة حيث لا يمكن حصرها حتى في أكبر قاموس قد تضطرب روبوتات المحادثة بسبب فواصل بسيطة مثل أم؟ أو أسئلة ليس لها إجابات صحيحة وقد تتطلب جملة محادثة بسيطة مثل أخذت العصير من الثلاجة وأعطيته إياه ولكنني نسيت تفقد التاريخ ثروة من المعرفة الضمنية والحدث لتحليلها يبدو أن محاكاة المحادثة البشرية تتطلب أكثر من مجرد زيادة الذاكرة وقدرة المعالجة وبينما نقترب من هدف تورينغ ربما يجب علينا في النهاية التعامل مع كل تلك الأسئلة الكبيرة التي تركز على الوعي استمر في تغذية ذهنك بينما تتعلم كيف يعمل اشترك في قناتنا سيشكرك عقلك ترجمة نانسي قنقر